موسيقى مساء الخير عدد جديد من برنامج السلطة الرابعان مناقش فيه هذا المساء بعد سنتين من تعيينه ماذا حقق الوزير محمد بن عبدالقادر في قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية هل قضى على الموظفين الأشباح ومختلف الاختلالات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات وما تفاصيل الرؤية الأولية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية وهل ستبضي الحكومة في تعميم التعقد نفتح النقاش بعد قليل وضيفنا في هذه الحلقة السيد محمد بن عبدالقادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مساء الخير من جديد كما سبقت الإشارة ضيفنا اليوم في برنامج السلطة الرابعة السيد محمد بن عبدالقادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أهلا بك سيد الوزير أهلا وسهلا شكرا على تلبية الدعوة والحضور في برنامج السلطة الرابعة إذن سيد الوزير ربما حديثنا يبدأ مع حديث الشارع اليوم وهو حديث الأساتذة المتعاقدين أو الذين فرد عليهم التعاقد إذن اليوم الوضع مازال متشنج بين الأساتذة أو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين والوزارة أو الحكومة بداية نود معرفة رأيك بخصوص هذا الملف أولا يبن بغي توضيح أنه لا يوجد في المغرب أساتذة فرد عليهم التعاقد واليوم لا يوجد حتى ملف الأساتذة المتعاقدين كيف؟ على اعتبار أن الوزارة المعنية والحكومة معها كانت حريصة على التفاعل الإيجابي والبناء مع هذا الملف فعملت بسرعة لازمة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخلي عن وضع التعاقد بالنسبة لهؤلاء الأساتذة وتم إدماجهم كما يعلم الجميع إدماجهم كأطور كموظفين كأساتذة للأكاديمية الجهوية للتربية وتكوين بصفتها مؤسسات عمومية ثم بعد ذلك اجتمعت المجالس الإدارية في دورات استثنائية وأدخلت تعديلات على النظام الأساسي لهؤلاء الأطور وتمت المصادقة وإدماج العديد من النقاط التي كانت مدرجة في مطالب هؤلاء الأطور واليوم نحن أمام أطور يتمتعنا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الموظفي المندرجين في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولكن ربما التنصيقية الأساتذة المتعاقدين يقولون العكس يقولون أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق بالنسبة للأساتذة المرسمين وإلا ما تكون هذه الاحتجاجات وهذا التوقف في الدراسة وألاف من التلاميذ اليوم هم ربما يخيم عليهم شبح سنة بيضاء الأمور واضحة بالنسبة للعام والصحافة والمختلف الفاعلين اللي كيتوخوا التحري والتأكد والطلع على الوطائق والمعلومات وكيعرفوا الأنظمة الأساسية للأكاديميات لكي يعرفوا أن الأمر لا يتعلق بالتعاقد إذا كان استمر المطلب أو هذا المفهوم لا زال يتداول فالاعتبارات ربما ليست مهمة بالنسبة لنا في هذا اللقاء طبعا ولكن نريد أن أعرفوا رأيدي لكم المسألة ليست مسألة رأي هذا هذا إقرار بأن الأمر يتعلق بأساتذة وأطر الأكاديميات على غير المؤسسات العموية الأخرى الموجودة في المملكة المغربية ما كان شيء الأكاديميات ترى كان الوكالات الحضارية وكان الوكالات الأحواض المائية وتهي عندها موظفين وعندها أطر مستخدامين وجهويين غير برأيك وش الحكومة تعطت مع هذا الموضوع بالشكل الجيد؟ يعني الامتصاص غضب هذا الأساتذة وحرصا على مصلحة التلميذ منذ الوهلة الأولى كانت الحكومة حريصة على التفاعل وعلى التجاوب وبحيث أنه كان في إمكانها كمشغيل وكسلطة تنفيذية مسؤولة أن توزع هذه الإجراءات وهذا التدابل التي تتخذتها على مراحل كما يحصل دائما في المفاوضات لكن نظرا للأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق هيئة التدريس ونظرا لأهمية العملية التعليمية فالوزراء والحكومة عملت على التجاوب التلقائي والفوري والسريع وأدمجت جميع المطالب وعقدت الاجتماعات كما أوضحت والآن صبحوا موظفين لا فرق بينهم وبينهم طبعا الفرق الوحيد اللي هو ما عندوش واحد الآثار على الحقوق ديالهم والواجبات ديالهم هو أنهم موظفين يندرجونها في إطار التوظيف الجهوي وهذا خيار استراتيجي بالنسبة لبلدنا اللي اخترت الجهوية ولا تمركز الإداري ولكن هناك الحديث يعني حتى على الفصل الأحيارة ببعض الأساسد هذا السبب يعني كان مطالب بالإدماج طبعا التغيب ترك الوظيف والتغيب على العمل بكيفية مستدامة والإخلال باستمرارية المرفق العام مني تنكونو كنشتغلو في المؤسسات فهناك حقوق وهناك واجبات وهناك تدابير زجرية وهناك مسؤوليات أيضا تترطب عن ذلك نحن لا ننسى في الآن نحن في الأسبوع الرابع وهناك امتحانات إشهادية على الأبواب وهي امتحانات حاسمة بالنسبة لمصار التلاميذ وبالنسبة لانتظارات الأسر فدولة في مطلق الأحوال لا بد أن تكون مسؤولة يعني على الجميع ماشي فقط غير السادة الأساسد إذا باش تسمع لهم وتلبي لهم طلبة ديلهم إن كانت المتاحة ولكن أيضا مسؤولة على التلاميذ إذن هناك الحديث على أن الحكومة ستنضيف نظام التعاقد يعني في جميع القطاعات الحكومية على الاعتبار أن نظام التعاقد اليوم هو خيار استراتيجي في إطالة الجهوية الموسعة والتمركز إداري إلى أي حد هذا صحيح؟ لا أنا لم أسمع على هذا الحديث هناك حديث جدي لهم إذا كانت شيء حاجة أخرى هزلية لأنه ليس هناك برا وسائل الإعلام بشكل يومي لأن الحكومة ستنضي ستتعلم تعاقد إذا تفرغنا للتفاعل والجواب على كل ما يقال في بعض الوسائط طبعا لا يسعنا الوقت لكي نقوم بالمهم دينا ليس هناك أي تصرح أو بيان أو بلغ يعني أو فعل فعل عمومي أو تدبير أو إجراء يوحي بأن هناك مضيف التعاقد أنا كنقول لك غير بالنسبة الأسرة دي للتعليم يعني هذا الأساتي تم التخلي نهائيا على هذا النظام فكيف نتخلعه ونفكر في تعميمه على باقي القطاعات لأن أنا ما بغيش نقشة لأن حتى التعميم دياله على باقي القطاعات لا معنى له يعني التعاقد لا يمكن أن يشكل حلا لمعضلات الوظيفة العلمية وهي كثيرة يعني حلا يعني عاقلا التعاقد ليس حلا للوظيفة العمومية والحكومة لا تفكره في جعلي إذا كان لابد أن نوضح هذا الأمر لم تفكر لم يسبق أن فكرت بتاتا أن تجعله أنا ما عافش مني سقطت هذا المصادرة هذه على أن الناس تفكروا عن التعاقد فهذا لم يكن واردا بتاتا وإذا كان شيء حد مسؤول على تقديم مقترحات وتدابير لإصلاح الوظيفة العمومية فهو الوزير المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية طيب ويوم تمعنا اليوم الوزير المكلف المنتدى بمكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بما أنك تكلمتي على الإصلاح فهناك رؤية أولية لمراجعة منظومة إصلاح الوظيفة العمومية اللي ستكشفوا عليها إن شاء الله قريبا نريد أن نعرف التفاصيل الأولية حفريا ربما التفاصيل أولا ينبغي أن تحيلنا إلى الصياق نعم كيف نعرفه ما هي الدواعي إلى الإعلان على هذه المبادرة لكي يكونوا المتتبعين لهذا البرنامج وهذا القناة على بينات من الأمر في اجتماع للمجلس الحكومي في اجتماع سابق طلبت من سيد رئيس الحكومة تقديم إفادة وليس مشروع قانون ولا مرسوم ولا عرض تكلمت عليه الصحفة وهذا الإفادة يعني العنصر ديلا مهمة للجواب على السؤال التي تتلتباه وهو أنه هذه الحكومة في البرنامج الذي قدمه السيد رئيس الحكومة أمام غرفته البرنامج بموجبه تنصيب هذه الحكومة وحدثت بالثيقة هذا البرنامج فيه واحد الالتزام يتعلق بمراجعة منظومة الوظيفة العمومية وهذا الورش دي المراجعة والإصلاح الشام الوظيفة العمومية ظل مؤجلا لعدة سنوات فذكرت بهذا الالتزام وقلت بأنه نحن الآن في منتصف ولاية هذه الحكومة وبالتالي ينبغي أن نشرع نظرة لجسامة هذا الملف وتشعبه ينبغي أن نشرع من الآن في مناقشته قبل أن ندرجه في المسترى التشريعية وإذا كانت تتعلق الأمر بإطار قانون يخص يمشي البرنامج بطبيعة الحال فأعضاء الحكومة كلهم تفقوا على تخصيص يوم لمناقشة هذا الموضوع هذا خارج نطاق المجلس الحكومي المؤثر بجدور الأعمال من عادة الحكومة أنها تتعقد اجتماعات خارج المجلس الحكومي التي تصدق على قرارات ومراسيم ومشاريع قوانين بحل يكون الشأن مثلاً قانون المالية أو بعض المشاريع الهيكلية لكي يكون هناك نقاش معمق لهذا الموضوع وليغناء الرؤية التي ستقدم بها وتطويرها وبعد ذلك ممكن تكتب لنا فقط بعد التفاصيل في هذه الرؤية الستراتيجية للإصلاح النظام هذه الرؤية هي أولاً تنبني على تشخيص وتنبني على ترصيد لرصيد وطائقي ديال الدراسات وديالتقارير رفعة المستوى لنتجاتها مؤسسة وطنية وهذا الشيء ينبغي أن نفطر عليه لأن هناك بعض التلميحات وإشارات وحديث على إملاءات معينة نعم نحن الآن معتزين بالتقارير التي تصدرها المؤسسات الدستورية المغربية والتي تشخص الواقع الاقتصادي والمؤسساتي والاجتماعي ونحن لدينا تقارير على الوظيفة العمومية أذكر من بينها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول حكمة المرافق العمومية في المغرب وتقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالوظيفة العمومية هذه التقارير تأخذوا بعيد الاعتبار في هذه الرؤية الاستراتيجية لإصلاح الوظيفة العمومية هذه التقارير تبسط تشخيص دقيق وترصد الاختلالات الكبرى للوظيفة العمومية وضنامط الحكامة وتدبير الموارد البشرية والنقص في الجودة للخدمة العمومية لأن هذا هو المقصد للوظيفة العمومية وتقديم خدمات المواطنين والمرتفقين وكين تقارير بحل مثلا بالنسبة للمجلس الأعلى فيها توصيات أيضا فهنا ندفع لنا بشكل إيجابي مع هذا التقارير ولكن نتابعنا إلى شيء آخر وهو أن الوظيفة العمومية هي مؤطرة بقانون بنظام أساسي عام للوظيفة العمومية صدرها سنة 1958 هذا القانون 1958 إلى يومنا هذا ما كان حتى شيء تغيير كين إذا رجعنا إلى 1958 وعبر سنوات المستينات وسبعينات إلى الألفية الثالثة يعني كين هناك حوالي 15 تعديل أضحيلات على هذا النظام وهي تعديلات طابع جزئي تقني قطاعي ولا لم تطمح ولم ترقى إلى تقديم رؤية أو مقاربة شاملة مندمجة لإعادة النظر في هذا النظام يعني هذا الرؤية أستاذ اليوم ربما تأخذ هذا الشيء كله اللي تكلمت عليه بعيد الاعتبار طبعا وأول شيء تأخذه بعيد الاعتبار إذا سمحته هو المبادئ والأحكام والمقتضيات اللي يجب بها دستور 2011 واللي يجده متقدمة على روح وفلسفات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ما يمكنش ندبره أهم جهاز من أجهزة الدولة اللي هو الوظيفة العمومية بنص يعوده إلى نهاية الخمسينيات ونحن لدينا دستور كيحدد قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمواطنة وتتكلم على واحد عدد المبادئ المهمة جدا ديال تعزيز الديمقراطية والخدمة العمومية والمتاق المرافق العمومية إذن على الأقل على الأقل ينبغي أن يندرها الإصلاح في إطار ملاءمة النظام الأساسي لعند الوظيفة العمومية مع الأحكام ومع الفلسفة اللي يجبها الدستور جيد بالإضافة إلى الملاءمة مع الكثير من التطورات اللي عرفها الواقع للموارد البشرية والحاجيات ديال منظومة ديال التعليم وديال المرافق العمومية إلى غير ذلك طيب إذا تكلمنا على الموظفين أستاذ وش هناك يعني في هذه الرؤية الاستراتيجية تغييرات بخصوص يعني العدالة الأجرية بين الموظفين وجميع القطاعات أنا كنا نعرفوا مثلا كي الموظفين اللي يتخرجوا ربما من نفس المؤسسة ولكن في الاشتغال دياله في قطاعات حكومية مختلفة كالقوا هذا عنده راتب أكبر من الثاني هنا يعني وش هذه الرؤية الاستراتيجية ديالكم في الوزارة خدات هذا شي بعيد الاعتبار طبعا خداته بعيد الاعتبار هناك حديث الدورة السابقة ديالبرلمان بالمجلسيه عرفت عدة تساؤلات وجلسات محورية حول مفهوم العدالة الأجرية وجوابا على العديد من الأسئلة ديال ممتلي الأمة أوضحتوا بأن إشكالية العدالة الأجرية في بلادنا مرتبطة باختلالات الوظيفة العمومية هذه الاختلالات اللي في الوظيفة العمومية هي اللي كتجعل بحل تفضلتين يعني كيف تحاربوا هذه الاختلالات في الوظيفة العمومية أنا أقول لك بحل تفضلتين كين جوج ديال موظفين تقوموا بمهام متماثلة وتتقضوا أجور متفاوتة هذا خلل وتجعل بعض الفئات أو بعض الهيئات تشعر بواحد الإجهاف وواحد الإقصاء وواحد الظلم وعدا تتمين القدرات والعمل اللي كتنجزه طبعا هاتشي جاي أيضا من واحد النماط في التدبير للوظيفة العمومية نماط فئوي كل فترة معينات تنجزه على واحد الفئة وتنوضعه للنظام الأساسي وفيه امتيازات وفيه نظام ديال الترقي وفيه تعويضات وفيه مكافآت يعني بدون من ندرجو دكشيف واحد المنظومة الشاملة هذه الأسباب اللي كتتأدي إلى هذا الاختلال في الرواتب وفي الأجور أيضا سنرصد لها الكثير من التدبير والكثير من الإجراءات من بين هذه الإجراءات نترى نأسر لا الإجراءات ما يمكنش سنرصد لها يعني بعد اعتماد الرؤية والمناقشة ديالها ده الساعة ده نشوف الصيغة التي ستستقر عليها الآليات اللي من شأنها ترد الاعتبار لكن اللي يقول لك في هذه المناسبة هذه هو أن ما يمكنش سنطلح الوظيفة العمومية بدون نظر في الأوضاع ديال الموظفين باش يكونوا يعني أكتر إقبالا على الأداء الواجب ديالهم والمهن ديالهم أحسن أداء يعني كي الجانب ديال التتمين وديال الحوافز وديال التعزيز القدرات وديال تكوير المستمر وبطبيعة الحال كي أن هذه المسألة ديال غادي تكون حاضرة بقوة ترقية أيضا يا أستاذ طبعا الترقية راح تهيئة أيضا وكيف يعني شي تغييرات ربما حسب المرضودية ولا حسب الأقدمية أو القانون لحد الآن يعني إذا بغينا باش نفهمه أكتر ما نكونوش تجزئيين إحنا عنا واحد الوظيفة العمومية التي تدبر أو يعني التدبير ديال الموارد البشرية فيها هو تدبير إداري ماشي تدبير مهني يعني كنت تدبر ملفات ديال الموظف واش ترقى واش عنده رخصة المراض واش كان في عطلة واش غاب واش غير تعقب واش غير ترقى إلى غير ذلك المنظومة الحديثة لتدبير الموارد البشرية بالإضافة إلى التدبير الإداري الأصبح اليوم يعني يعتمد على الوسائل التقنية والرقمية ما يطرحش مشكل الوسائل الحديثة تدمج التدبير العصري هو التدبير المهني والتدبير المهني هو نوع من التدبير التوقعي للكفاءات شنو هي الكفاءات اللي عنا في الوظيفة العمومية مثلا أنا أنا قد نفتح واحد المنصيب للتباري بحثا على واحد الكفاءة وأنا ما عارش بأن ذلك الكفاءة موجودة في الوظيفة العمومية ولكن غير مضبطة وتوحد ما عارفها ما دخلاش في قاعدة البيانات ولا في صبورة ديال القيادة باش يمكن الرئيس المؤسسة أو المدير في واحد المديرية يكون عارف الكفاءات دياله وكيفاش كتطواره وكيفاش يمكن هو يأهلها باش تكون باحد عدد المهام إذن الترقية هي فيها ضمانات فيها مكاسيب فيها تراكمات القانون يتيح الترقية بالأقدمية أو بالكفاءة لكن هذا لا يمنع بأنه لرط الاعتبار ولإنصف العديد من الكفاءات اللي كتشتغل وكالضحي أيضا حتى هي نعتبر هذه الكفاءة دياله في جودة الإنجاز وفي المرضودية وفي البتيكار وفي حل المشكلات حتى هي يتم أيضا احتسبها طيب يعني وش بالسهولة داخل الوظيفة العمومية والإدارة العمومية يعني تطبيق هذا المعايير اللي تكلمتي عليها بسهولة أن أي شخص عنده كفاءة مهنية ره ممكن يكون عنده كما قلت عدالة أجرية جيدة مقارنة مع شخص آخر أو كتدخل ربما نوعا ما المحسوبية والزبونية في هذا الموضوع وأيضا في الترقية الأهوام هي السهولة لما جلدها في الحديث العام والفعل العمومي والممارسات في المؤسسات هناك حقوق ووجبات هناك تقيم للسياسة العمومية هناك تقيم للأداء الفرضي هناك آليات المراقبة كي مرسها البرلمان وقد تمرسوها أنتما في الإعلام هناك آليات للززر والتتبع المحاسبة ومحاربة الفساد والرشوة والارتشاء والمحسوبية وتعزيز قيم النزها في المرفق العام إذن الآليات الضمارات الموجودة في جميع الدول الديمقراطية موجودة الآليات كينا وكينا المراقبة الإعلام ودي المجلس الأعلى الحسابات دائما يعني كتب تكون تقارير المهم هو أنها تطبق يعني لتطبيق تكون نزها والشفافية داخل الوظيفة العمومية للإستفادة يعني جميع الموضوعات هذا هو الهدف وهذا هو الالتزام طبعا إذا كان إخلالات يعني أن تحصل ذلك الإخلالات وكينا آلية أجهزة كافية بالرصد لا أنا ذاكي تنحى ولكن ماشي مني كيبدأ الإصلاح كي تكون في حال واحد رأي العام معين تبدأ يطلب ضمانات إذا كان الرئيس تنقطه التي قيم المرؤوس ديالو على اعتبار يعني مثل هذه الممارسات هي موجودة شيئ نعم أبين الممارسات يعني موجودة يعني مثل هذه الممارسات هي موجودة داخل القطاعات المحسولية بالضبط يعني إلى أي حد ممكن يعني إحنا نتبت ولا نضمن يعني ضمانا لهذا الموظف بأنه غادي يكون عنده وحده وحقه في فولوج الوظيفة العمومية وفي الترقية وفي كالا لا يمكنش نتكلمه على عشرات الألاف ديال الموظفين اللي تشتغلوا تترقى وتدوزوا امتحانات وتنميو الأوضاع ديالهم والقدرات ديالهم غادي يكون واحد نوع ديال الإجحاف والتقليل من الشأن ديالهم بأنهم قلوا هاتشي كله مغشوش لا أبدا فأنا حريص أنني نبقى إيجابي ومتوجه المستقبل إذا كانت هناك حالات إذا كانت هناك حالات أعتقد للمواطن المغربي اللي ماشي مواطن اللي ماشي ورد البارح ولا حتى الموظف والموظفة زعمرة ماشي حيتقصر باش أي إصلاح غادي يجيو الرؤساء يبقوا ويتلعبوا بهم ويعني الآن كان هناك أهليات لتقديم الشكايات وكان هناك واسطة المملكة اللي يتلقى الآلاف ديال الشكايات وكان هناك يعني اللجوء إلى واحد العداد ديال الميكانيزمات للإنصاف والتظلم يعني تدوز العشرات ديال المباريات وكانت تعيين في المناصب العليا ولكن يعني ما شيف حالة الحاجة وأن الناس تشكاوا بأنهم تقصاوا حالة شدرة موجودة في جميع الأوضاع البشرية لكن الأساسي هو أنه عدم السكوت عليها عدم الإفلات من العقابة وتطلق القانون أستاذ مبغينش يعني صورة سوداوية ربما على القطاع الوظيفة العمومية ولجميع القطاعات الأخرى أستاذ مسألة أخرى هي شبح ربما الموظفي الأشباح لك تعاني منه الوظيفة العمومية نحن نسميهم المتغيبين بصفة غير قانونية عن العمل يعني والصحفاء والإعلام هم موجودين بعدها طبعا موجودين لكن مش بهذا الحجم الذي تصوروا الإعلام مش بهذا الحجم كيف مش بهذا الحجم لأنه هذه العبارة الأشباح هي عبارة من ناحية الإعلامية مشوقة لكن وهي في تنازل لأن الدارة وحل عدد الآليات ودية المقتضيات ومساطر الزجرية والمحاسبات هي لتصدلها الظاهرة ولي يعني إعمال المصطرة القانونية في حالة التخلي بكيفية المستدامة على العمل ويمكن نقول لك بأنه من 2012 من 2017 حوالي 339 حالة ترك الوظيف يعني مع التوصل بالأجر والراتب هذه الحالات تغييب على العمل مثلا في 2012 يعني تم الرصد بالألية التي تم الاعتماد حوالي 665 حالة في مختلف القطاعات الإدارة العمومية وبقاة تنزل حتى وصلت في 2017 17281 حالة حالة طبيعة الحال أحيانا كيتبيين أن بعض الموظفين كيكونوا في حالة الوضع رهل الإشارة لدى مؤسسات أخرى أو يقومون بمهام يعني اللي كتكون كتنفالت من آليات دير الضبط من قاعدة البيانات في قطاعات الوزارية الآلية يمكن نقول لك أنها ما كافيش أنا بالنسبة لي ما كافيش حنا سنقدمه بعض الاقتراحات لتطوير هذه الآلية بجحتدو كمياتين 80 حالة أولا خصنا شوية البتكار لأن لا يمكن الإدارة معروفة عليها تكون بطيئة وكتبقى تكرر الممارسة للعفرات السنوات والآن كنا آليات عصرية جديدة بالتكنولوجيا الاتصال والرقمية يمكن نضبط الحالات التي يمكن تكون في هذا الوضع هذا خارج المقرات العمال وربما تزاول مهم أخرى لكن إذا سمحت وخكيت التركيز على الأشباح ما الأشباح يعني الظاهر الأخطر ليس هما الأشباح يعني هذه محاصرة من تقريبا حوالي 570 ألف موظف في الإدارة العمومية يكون عنا 281 من الظاهرة الأخطر كذلك هو يعني إما واحد النوع الحضور الحضور غير المنتج يعني يعني الظاهرة الحضورية يعني في مقابل الظاهرة الغيابية يعني الأبسنتيزم وكاين حالة أخرى هو عدم الانضباط في مواقع الدخول والانصير في العمل سوف نكفف هذه النقطة بالضبط هذه الأشخاص أو هذه الموظفين التي يقوموا مثل هذه السلوكات واذا الإدارة عندها الحق ربما للعزل أو الفصل بعد الفاصل نعود لمواصلة نقاش أستاذ وأكيد هناك محاور أخرى لمناقشتها بقوا معنا مشاهدين في برنامج السلطة الرابعة مساء الخير من جديد مشاهدنا في الجزء الثاني والأخير من برنامج السلطة الرابعة ونناقش فيه هذا المساء بعد سنتين من تعيينه ماذا حقق الوزير محمد بن عبدالقادر في قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية هل قضى على الموظفين الأشباح ومختلف الاختلالات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات وما تفاصيل الرؤية الأولية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية وهل ستمضي الحكومة في تعميم التعاقد أهلا بكم من جديد في برنامج السلطة الرابعة ونعود لمواصلة النقاش مع السيد محمد بن عبدالقادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أعود إليك أستاذ مرة أخرى قبل الفاصل شرت ربما النقطة هي جد جد مهمة بالنسبة للموظفين المتغيبين أو الذين يحضرون ولكن غير منتجين هنا هناك وش الإدارة عندها الحق فصل هؤلاء الأشخاص ليس بالضرورة ويتوصل لكن أنا أقول لك نحن الآن نشغلون بظاهرة أخرى أما هذه ربما تتقلص وقد نضطر الظاهرة أخرى هي اللي كنسميها البريزنتيزم مشي الأبسنتيزم كن الغياب المزمن وكن الحضور غير المنتج اللي كيساهم في هدر هدر الزمن الإداري بمعنى الزمن الإداري عنده كلفة وخصوه يكون منتج ولكن أحيانا كتكون هناك واحدة الكلفة على أسأل بعض الموظفين إما ما عندهم مش واحدة توصيف دقيق المهم لخصوهم يقوموا بها ولا يتم استثمار لكفاءة ديالهم بالشكل أمثل أو لإعتبارات ربما أخرى قد تكون ذاتية ويمكن تكون موضوعية فهناك يوقع واحدة المشكلة بالرغم كل جهود تقنية والزجرية اللي دارت لضبط مواقع الدخول والانصراف هذا مشكلة مازال مطروح في المرافق العمومية هذا مشكلة مطروح في المرافق العمومية وكين يعني الموجود الحل دياله فإطار رؤية ديالكم اللي غيرتقدموها طبعا شوه الحل اللي كين فيه نحن الآن تنشتغلو على واحد دراسة اللي هتقدمنا فيها بدراسة ظاهرة التغيوب أو تتمشي أبعد من دراسة ظاهرة التغيوب هي دراسة على تدبير الزمن الإداري نعم يعني مواقع الدخول ومصراف الرخاص ديال المراد يعني الحالات المتنوعة اللي كتجعل الموظف خارج الوضع القانوني دياله اللي خصي يكون في المكتب دياله اللي في المرافق دياله كي أدي الخدمات للمواطنين وكي نجز للمهام دياله إذن هات الدراسة تجعلنا نكونوا على بيناتهم الظاهرة اللي خصي نحربوها شنو هي هات الظاهرة شكنية الفئات الأكتر تغيوبان وشنو هي واش لأن الشروط ممتوفراش للعمال بشكل جيد واش لأن الإدارات ممدقة شنو هي المهام ديال كل موظف أنا الموظف تلتحق بالمكتب دياله ولا بالعمل دياله وعاد كي يقلب شنو ممكن يدير وكيمكن يلقى لحظات طاويلة الفراغات ما كيلقى ما يدير فيها وكيمكن له يغادر المرفق بلا ما ينتبه له حتى شي واحد بينما كينا في آت أخرى مهنية مثلا أحطيك مثال يعني الشرطي اللي في مفترق طرق لمدة تمانية ساعات يعني في ضروف صعبة والشمس والشتاء ما يمكن له يغادر يعني وتحت المراقبة المواطنين والمرتفقين كذلك اللي كيكون في المكاتب الأمامية في الشبابيك أمام طوابر من المواطنين هذا كي يشتغل يعني دقيقة على دقيقة حتى كي يكمل الحصة دياله لكن كان واحد الأوضاع وصياقات أخرى في الإدارة العمومية وإحنا مشخصينها للمواطن كي يمشي لداره وكي يغادر وكي يخرج في الجوج وكي يمشي نهار الجمعة في الحداش وميجي حتى نهار الاثنين وطبعا هناك واحد نسألة سنفعلها مدام نعطيك التدابير والإجراءات أول شيء يريد أن تفعل ما هو بالإضافة إلى المحاسبة الموظفين الذين يتركوا الوظيف ويجعلوا المواطن المرتفقين في حالة انتظار ويجعلوا المصالح ديالهم هناك واحد المسؤولية أخرى هي المسؤول المباشر على الموظف لأن الإدارة رغم هيكلة رغم نظمة أنت موجودة هنا وعندك الرئيس المباشر ديالك إذن كان مصالح كان مكاتب كان أقصم كان مديريات كان مؤسسات وعلى رأس كل وحدة إدارية كان وحد الرئيس فإذا كان الموظف يغادر المكتب دياله وكان حالات كثيرة للمواطنين يجيوا يلقوا المكاتب فارغة فكان وحد الرئيس يتغاضى 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 هذه أيضا سأتخذ في هذه الإجراءات لازمة ونحن سنفهد الدراسة لكي كلما فهمنا بشكل أعمق على شك تغيب الناس وشروط المادية ديال العمال وش التوصيف ديال المهنة ما وضحاش وش كين هناك تواطئ وتخدول يجب أن نعرف هذه الظروف باش نوضع حد من هذه الظاهرة اللي جات في عدد التقارير وفي عدد الدراسات اللي هي مخلة باستمرارية المرفق العام نحن حالة مثلا اللي كي يخضوا ربما إجازة طويلة المدع بدون تعويض لا وفي مكانهم يبقى في الوظيفة العمومية بدون تعويض بدون راتب بدون راتب لعلك تتحدث عن واحدة المصطرة موجودة هي موجودة ولكن هي مصطرة الاستيداع الإداري وهذا حق أيضا لأن حق ولكن ربما كي منع على شخص آخر هذا المكان لا يعني كيف بقى شغل الواحد المدة طويلة تشوف هذا الشي كله بصدد المراجعة في اختلالات كبرى ولكن مع ذلك نوضح أنه الموظف لإعتبارات كثيرة جدا يعني يراعيها المشريع ولا المشغل اللي هو الدولة هو أن الموظف طيلة المسار المهني دياله في واحد القطاع إلى أن يحال على التقاعد رأى كم كله يحتاج شي مرة شي علاج طويل المدى كم كله مثلا يمشي يحضر واحد الأطروحة واحد البحث اللي يخش يتفرغ له فهو يطلب من الإدارة دياله واحد ما يسمى الاستداع الإداري بدون راتب أو مثلا واحد الموظفات طررت ترافق الزوج دياله في واحد المهمة خارج الترام الوطني واحد المهمة طاولة يطلب واحد سنة أو لا سنة هذا شي مقنان ومؤطر بالقانون يعني تتوقف له الراتب دياله حتى ينهي هذا المدى عود يتدمج عود يرجع الولي يشتغل في قطاعات أخرى في قطاع الخاص لا ما عنده يشتغل إذا كان يشتغل هنا يعني خسأليات لضبط هذا الموظف هذو بتصغارات يعني شكرا على طرح هذه الجوانيب حتى لا نختزل الرؤية للإصلاح فيما سمي بالإجهاز الإصلاح راتي تناول هذه الاختلالات الكبرى في تدبير المواطن ربما أستد معني بها يعني هل تحتهو معني بها هل تشيرها مع الموظفين في يعني يجب أن يكون ضمير المهني عند هذا الموظف أنه على ذكر ضمير المهني يحجز مكان في إطار الوظيفة العمومية وينهب للإشتغال في قطاع الخاص ويمنع شخص آخر من العمل يعني سألتني ضمن الرؤية الإصلاح هناك أيضا مدونة أخلاقية لسلوك الموظفين أيضا سنقترحها يعني واحد النوع دي الأخلاقية المهنية في مرفق العام بالإضافة للقوانين اللي فيها الواجبات والحقوق والمساطر الزجلية إذا نغير باش نشأل محاول أخرى ولكن قبل سأتكلمو إلى المجلس الأعلان ووظيفة العمومية هو يعني يحمل سفة استشارية طبعا ماهن في إطار إصلاح هذا واحد المجلس كان يعني ينص عليهم النظام الأساسي لعام الوظيفة العمومية كهيئة استشارية تتشكل من ممتل الإدارة وممتل الموظفين عبر تمتلية ديالهم في الليجانة التنائية هذا المجلس في الحقيقة هو أيضا لماذا لا يوجد تمتلية النقابات كان في البداية ديال سنوات الاستقلال كانت تمتلية مباشرة النقابات ومن بعد كان واحد تعديل هي النقابات موجودة ولكن عن طريق لأن الليجانة التنائية تتحضر فيها أيضا النقابات دورة اللي عقدنا مؤخرة نكون أمام قيادات وفعاليات نقابية من مختلف النقابات الموجودة في القطاع الوظيفة العمومية لكن المسلك اللي كي وصلو به المجلس الأعلى مشي أن المركزية النقابية تعين الممتلين ديالها ولكن كي تفرزو من خلال الليجان المتساوية الأعضاء هذا المجلس يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى إصلاح بشيكون فالمجلس اللي ما نعقدش منذ 2014 بقى في حالة ركود وجمعناه تعوى موجود في إطار هذا الرؤية أستاذ تعوى موجود يعني إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية واجمعناه مؤخرا وناقشنا يعني بشيقوم بالدور ديالو كما يجب تماما مسألة أخرى وأستاذ يعني دخل قانون الحق في الحصول على المعلومة حيزة الوجود هذا شيء داخل في إطار الإدارة إحنا كان عرفو قلتي قبيلة بأن الإدارة بطيئة جدا فكيفش اليوم الإدارة المغربية هتفعل مع المواطن المغربي اللي عندو الحق في الحصول على المعلومة وشت خديثوا هذا الأمر بعيلا اعتبار أولا خسنا نعترف بأن خروج هذا النص القانوني ودخوله منذ 12 مارس الجاري دخوله حيزة تنفيذ هو تحول نوعي في التقافة الإدارة في المغرب الإدارة المغربية هي واحد النموذج مبني على الكتمان وعلى السر المهني وعلى الانغلاق والآن طبيعة الحال هذا فيها واحد الإرادة السياسية لأن القانون تم إعداد عن المجتمع المدني مع الخبراء وتمت المناقشة في البرنامان والإغناء وإنا شخصيا أدمجته الكثير من الملاحظات ليس فقط من الفرق الأغلبية حتى من المعارضة لكي يخرج النص في هذه السيغة هذه إذن هذا مكساب مهم وتحول كبير الآن سيكون مواطن يجي الإدارة ويطلب وفق مصطرة المضبوطة في القانون يطلب المعلومة التي توجد في حوزة الإدارة يعني كل إدارة كل هيئة مكلفة بالمرفق العام مدعوة إلى وضع المعلومة التي في الحوزة دي واللي عند الطابع العمومي طبع الشخصي التي تنسل المصالح العليا للوطن تعطيها المرتفق والآن نحن بسدد يعني يمكن كلك الأسبوع المنقبل سنطلق الدورة الأولى دي التكوينات لأن نرسل السيدة الوزراء وعينه الأشخاص الموظفين التي ستكلف بهذه الخدمة يعني نسمحة خدمة إعطاء المعلومة المواطن سنطلق دورة تكوينا بدعم الخبراء اليونسكو بناء على المقتضيات القانون الحق في الحصول على المعلومة طيب ربما نشهل المحور المهم جدا هو الإبقاء على التوقيت الصيفي ربما كانت مفاجأ الجميع المواطني المغربة تمخرش بتصريح وتكلمتوا بأن هناك دراسة فين وصلت هذا كما أعلنت عن ذلك في مجلس النواب ومجلس المستشار ومجلس ومجلس المنابل الإعلامية أنه من بعد صدور المرسوم الذي يمدد اعتماد الساعة الصيفية يعني 60 دقيقة على التوقيت الرسمي للمملكة هذا تمديد هذا أخضعناه لدراسة قيمية بمعنى مكتب الدراسة الذي يشتغل معنا في الحالة الشخصية لاستمر في العمل لتحليل وليقياس الأثر يعني في جميع الجوانب الاقتصادية والطاقية الصحية والصحية والاجتماعية في مختلف المجالات والتجارية الأثر الفعلي لإعتماد التوقيت الصيفي فهذا الفترة اللي دزد طيب الدراسة أستاذ فين وصلات ما زال ما خرجتش لا احنا قلنا بأن الدراسة غذي ننتهي في أواخر مارس بداية أبريل يعني ستعلن في هذه الأيام القديمة طبعا غذي ننتهي الدراسة غذي نعلن نتائج نعلها وغذي نشرها تأييد أخلاف الحق للحصول على المعلومة غذي نشرها نشرها استباقيا قبل ما يطلبوها الناس غذي نشرها بالإمكانات والوسائل المتاحة بشي يطلعوا لها المواطنين طيب ولكن يعني في أطار الجدل ربما هذا يبقى على التوقيت الصيفي على اعتبار أنه كان عندكم بالاغ دي الوظيفة العمومية التي تتكلم على أن سيتم الرجوع إلى التوقيت الأصلي للمملكة المغربية توقيت غرينتش ولكن بعض يومين كان قرار مفاجئ فهذا شي تر كثير من الجدل فكيف نفسر يعني كانت دراسة وفي نفس الوقت أنتم مدرتوا بالاغ لا واشترون رجعوا لهذا الجدل لأن كان مشكل لا مشكل الأمور لم تتم بهذا الكيفية هذه كان مرسوم 2012 الذي يزيد 60 دقيقة على التوقيت الرسمية لمملكة في الأحد الأخير من شهر مارس وتتم السحب والحذف في الأحد الأخير من شهر أكتوبر نحن كنا على مشارف الأحد الأخير من شهر أكتوبر التي تنقص في هذه الساعة لكن قبل ذلك بكثير يعني ببضعة أشهر انتبهنا إلى أن المغاربة والرأي العام صباح متضمر من هذا توقيت المزدوج تزيد الساعة وتتنقص تزيد عليه يعني صباحنا أمام أربعات يال تغييرات ماشي تنين في شهر رمضان عاو تنقص ها عاو تنزيد ها عاو تنقص فقلنا واش هذي توقيت المزدوج واش عنده شي آثار سلبية على المواطنين والاضطرابات والنوم والحياة العامة والنظام العام إلى غير ذلك وقمنا بواحد دراسة اللي أكدت لنا بأن التوقيت المزدوج يعني الأضرار بعض الأضرار ديالو أخي محدودة في المدة أكثر من فوائد ديالو وحصلت القناعة بضرورة الاستقرار على توقيت واحد وهو ما قرره البرلمان الأوروبي مؤخرا أنه استقرار على توقيت واحد والشتوي ولا الصيفي الحكومة انطلاقا من الاختصاصات ديالة التدبيرية والتنظيمية قررت استقرار على توقيت الصيفي لأنها عند فرضيات أنه أكثر فائدة لكن ما كانش غادي مقصودك الساعة نهر لحد الأخير في أكتوبر ومن بعد عاود نزيدها لنستقرر على الصيفي طيب لماذا لم يكن ربما بلغ قبل بأنه ركينا دراسة وأنه هناك إمكانية الإبقاء على توقيت الصيفي دراسة أعلمت عليها بأنها كنت أعلمت عليها بأنها من توقيت ولكن دراسة علنت في نفس الوقت في إطار بعد الإبقاء على توقيت الصيفي عاد هناك الحديث على أنه كنا دراسة بحل عشرات والمئات ديالدراسة اللي كنا في جميع الوزارات والقطاعات لأن هذه الدراسة وهذه الوحيدة اللي استأترت بالاهتمام ديال يعني إحنا الدراسة تنشتغل على واحد عدد القرارات كتكون مدعمة بدراسات ميدانية لتأكيد التوجهات اللي كنشتغل تقارير ذي للنهائية باش نعنوها على المواطنين وكذلك ربما الحكم اللي صدرته المحكمة الدستورية بناء طلب رئيس الحكمة بخصوص القرار المتعلق بهذه الساعة القانونية للمملكة القاضي بإضافة 60 دقيقة ربما دار واحد للجدل الاعتبار أن المحكمة الدستورية يجب لجوء إليها من رئيس الحكومة قبل تغيير المرسوم لا ما كينشتغل الجدل طيب وكيد يعني كين عبدالطيف وهبي المحام والبرامنة حزب الأسى والمعاصرة يعني استغرب هذا القرار وقال بأنه مخالف سواب وفقا لما تنصل عليه المادة 73 من دستور المملكة شوف المحكمة الدستورية أصدرت قرارا وهذاك القرار فيه تصريح واحد فيه الحيتيات يعني البنية دي القرار فيه الحيتيات وحيته وحيته والاختصاصات والصلاحيات في المحكمة الدستورية وحيته فإنها تصرح بما يلي نقطة إلى السطر أن المرسوم الملاكي الصادر سنة 1967 واللي كيتكلم على التوقيت يندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية ماشية تشريعية النقطة الثانية ينشر هذا التصريح في الجارة الرسمية هذا الشيء ليس محكمة محكمة لم تتحدث عن دستورية أو عدم دستورية ما قامت به الحكومة لجوء ربما رئيس الحكومة لمحكمة دستورية من بعد ما تم إصدار المرسوم هو اللي فيه ربما مخالف من يقول بأنه مخالف؟ هذا يعني تصريح عبدالطيف وهو محالي وحيث لبما الناس للفقه دستورية لا أبدا أبدا طيب غير باش نغلقوا هذا الميل في الساعة الصيفية واش ممكن يعني هناك إن كان ربما الرجوع للتوقيت العادي نحن ننتظر كما وعدنا الرأي العام والشعب المغربي نتائج ديال الدراسة وأنا دات الحكومة يعني على أسس نتائج هالدراسة الحكومة تتخذ القرار أي هذك الساعة هي غادي تشوف في أي اتجاه يمكننا نمشيه طيب نتكلموش على حز الاتحاد الاشتراكي هناك ربما الحديث على أن الاسم ديال السيد محمد بن عبد القادر من بين الأشخاص المتدولة لخلافة دريس الشقر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الكوات الشعبية الناس اللي كيتدولوا هذا الاسم مليخ سمجوبون على هذا السؤال أما أنا فقد قلت أكتر من لازموا في عدة مناسبات أنني غير معني بالأمر وعليس لدي طموح في هذا الاتجاه لماذا؟ لماذا؟ لأن المطروح بالنسبة لي أنا في تقديري الشخصي بالنسبة الاتحاد الشراكي في الأوضاع الرهنة مشكلته لمشهة مشكلة استبدال وجهين بوجهين أو اسم باسم هو التفكير في مشروع جديد في مشروع جماعي وقيادة جماعية جديدة وجيل جديد بإرادة جديدة يعني كي تفكق داخل حزب الاتحاد الشراكي كيف سراعات داخلية؟ لا تفكق لا سراعات يعني دليل هو أنه في خروج دريس الشقر يعني في الفترة الأخيرة تكلم على أنه دعا إلى يعني وحدة في العمال ودعا إلى مصالحة داخل الحزب يعني هذه كانت تصريحات الكاتب الأول للحزب يدعو أو يعلنوا تعليق وإلغاء كل القرارات اللي كانت في بعض الأخوات والإخوة ويعلنوا الاتحاقهم بالحزب هذا لا يعني أنه كان هناك مشكلة بالعكس هذا صريح إيجابي ويحسب له وفعلا يعني ما كيش صراعات داخلية داخل الحزب؟ لا ربما هناك بعض القيادات أو أياته قيادات قيادات يعني داخل الحزب طيب نتكلموا على حضور حزب الاتحاد الاتشراكي القوات الشعبية في الأغلبية الحكومية نعم ربما هو حضور باهت نوعا ما إيوه شوف أنت يعني لو كان باهت من ضي عليك شوقتك سعاد المجانة في هذا البرنامج طيب يعني الحضور ديالكم في إطار الأغلبية الحكومية هناك يعني الحديث وحتى وسائل الإعلام تتحدث على أنه حضور باهت ما كيش يعني مبادرة من داخل الحزب وهناك شيء آخر ربما نبغو نعرفه الرأي ديالك هو تخريح الأخير ديال سيد ريس الشقر اللي تكلم على ملف الأساتذة المتعاقدين واللي قال بأنه دع الأساتذة المتعاقدين إلى لجوء إلى القضاء خصوص الأشخاص اللي تم العزل ديالهم وتكلم على أن الحكومة مجرد يعني تعينها فهي تهتم فقط بمصالحها الخاصة وتتفادى أي قضايا أخرى صعب علي ندير التعليق على تصريحات ديال ديالس الشقر إذا بغيت تتسوني في رأي في شيء قضايا معينة مشكل مباشر نجوبك عليها مأحد أنا ما شب هذا الضبط ما شب هذا السيغاف هو يعني هو في لقاء تواصلي مع طالبة المعهد علي الصحاف والتصال بالدار البيضاء وربما كانت كانت تصريحات وكان ربما يعني بخصوص هذا الموضوع ديالأساتذة المتعاقدين على أعتبار نحن نعرف أن الأغلبية الحكومية خرجات البارحة وتكلمات على أنه لا رجع النظام التعاقد مخالف لكي نتفهم ونحن نتقدمه في النقاش طبعا ما كانش لا تراجع عن نظام التعاقد لأن نظام التعاقد لا يوجد غير موجود طيب تخلت عليه الحكومة والوزارة والبلغ ديالأغلبية كان وضح أنه الأغلبية دعمت الحكومة في تعاق مع هذا الملاف في الحلول اللي اقترحت واعتبرت الأغلبية أن هذا الحلول تعزز التوجه الاستراتيجي لا تمركوز والجهوية لتحقيق العدالة المجالية بين كافة مناطق المغرب اللي يكون احتوالما فيهم الأطور والأطباء والأستداء هذا خيار والأغلبية أكدت على هذا الخيار وأكدت أيضا ما نسوهاش على يعني طلبت من الحكومة الأغلبية طلبت من الحكومة أنها تزيد في الحرص على الحريات العامة وعلى احترام وعلى عدد ديال الحقوق ديال المواطن فبالا كان فيهم مواقف مبدئية إيجابية نعم شكرا لك سيد محمد بن عبدالقادر الوزير المتدى بن مكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية شكرا على حضورك في برنامج السلطة الرابعة شكرا أيضا مشاهدين على المتابعة نلتقي الأسبوع المقبل في لقاء جديد من برنامج السلطة الرابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة